خلاص المشاحنات انتهت المسابقات المحلية بكل ما فيها وفيها نقطة الحقيقة باشماندس عايزة توقف معاك فيها يا جماعة احنا مقدرين انه مفيش جمهور لفريق او من الطبيعي انه فيه جمهور من الزمالك هيفرح لهزيمة الاهل ومن الطبيعي ان الزمالك لو بيلعب في بطولة افريقيا ويخسر انه جمهور من الاهل يكون فرحان فيه هذه مشاعر ما حدش هيحاسب حد وهل شققت عليه صدره زي ما الرسول عليه السلام قال لكن المجاهرة بيها في بلد زي كده فيها ازائل مشاعر الاخر كان ممكن نعرض لكم ما تم عرضه في بعض البرامج من احتفالات في الاسماعيلية على احد المقاهي والراجل صاحب القهوة بيوزع عصير مجانا وجمهيره بتهتف للوداد البيضاء فكرة ان انا اقوله شوف يقول عليك ايه شوف يتكلم عليك ازاي ويوم التاني ما يجيله مقف تاني اه هترد تقول ايه شوف رد عليك ازاي ويبتدي يقولك هو وسائط الابتدائية فرحان في لصائط الدكتوراه والتاني يقولك مش عارف ايه ودخلنا في قصة غير سليمة يعني احنا والبلد مش نقصة احنا زي كنا من دعاة الروح الرياضية خبي الحاجات السابقة هتفض بمشاعرك لنفسك هم يتكلموا بعض هم حورين بالظبط انما انا اتبناها ايه الغرض طب انا ايه الغرض ان انا اروح واحد يقوله ايه نفسك يقوله انت زامركوي عايز الاهل يخسر النهاردة ولا لا يقوله اه هلا ايه دي يعني ما اللي حيقولك يعني وفرد زي قالك مش حتصدقه لا عايزه يكسر مش حتصدقه او حتصدقه ومش حتهتم انت عايز اللي بيقول لا استاذ ابراهيم فكرة انك انت على طول انك تجيب السلبيات وتركز عليها وتضخمها هذا نوع من عدم المسئولية ايه وا فيه الاعلام اللي دايه مسئولية بالظبط 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 زي ده كمان اه الشماتة وانك انت يعني تكيد اللي قدامك سهلة بس ده شأن الناس اللي في المش مسئولة الجماهير لكن المسئولين ده فيه الصحفيين يا يا ابراهيم بتعمل افهات ونوكة وإفهات ونوكة وكلام انا مندهش جدا ان هم متبنيين الاتتوت ده او او التوجه ده او المزاج ده لا انت مش بتكسب حاجة لان حيجي لك يوم تخسر حتلاقي واحد يرد عليك اكتر وعلى فكرة كلامي ليس موجها لهؤلاء الجماهير فقط ولكن الى جماهير الاهلي اذا كانت بتعمل كده تبقى غلطانة ده اللي انا قلت لك ما هو فيه من جماهير الاهلي من يمارس هذه الشماتة وفيه من جماهير الزمارك والاسماعيلي انا بتكلم على التعرض الاعلامي ليها خلاص انت بتنشرها وبتحرض عليها مجد انت اذكر يوم ما الاهلي كسب 4-3 الاسماعيلي وبعدين انا كنت مديري النادي فجوم ياخدوا مني كلمتين ويمكن ما دخلوش قط اللبس فالتوم قبل انه هنق الاهلي يجب انه هنق الاسماعيلي فريق بطل مفيش غيره يقدر يعمل الكامباك ما كانش وقتها كلمة الكامباك دي من 4-0-4-3 من 4-0-4-3 ومضاعين ضربة جزاء فبط كان غريب لقى لي خلصوا 8-3 والاسماعيلي ممكن يتعادل محمد رمضان هترك وسامو عليكم اخر مرسلو ورحمة بط فيتصل بيا دكتور عمارة اكبر مسؤول في الرياضة وقتها يقول لي انت نايمت الناس مرتاحا بارح كلمة انا قلتها والله بمشاعر صديقة انا كنت شايف قبلوا فريقكم استقبال الابطال في محطة الاسماعيلية لا يوجد غير الاسماعيل يستطيع ان يفعل هذا كبرياء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة